دكتور أقول لك دكتور ولا أقول لك سعود؟ أقول لي رايحة بس أنا أحاب أقول لك دكتور لأن أنا شفت تعبك بعيني فتستحق أن الواحد فعلا يأطيك هذا اللقب لأنك تستحقه طول عمري ما في مسرحية لي أقل من عشر أشخاص أساسيين أو شخصيات رئيسية وأغلبهم شباب لله الحمد ما أدري بس أنه إي أنا دعم للشباب أنا كنت أول ما دشيت المسرح قلت أنا دعم للشباب أنا وصلت للي أبي أنا أول ما وقفت على الخشبة وقفت مع أكبر اثنين سواء بالطفل ولا بالكبار إذا كان كبار أنا من مدرسة أستاذ طارق العلي أو دكتور طارق العلي هو اللي علمني شون أتحرك هو اللي علمني شون أقول هو اللي علمني شلون أحب الخشبة اللي واقفة عليها على صعيد المسرح الطفل أنا أول مسرحية ليه بحياتي مع سندريلا مسرح الطفل يعني حلم من أحلامي تحقق أنا واقفة جبالي وده حسين يعني شنو تيبي أكبر من شذي فحمد الله رصيدي حافل بالمسرحيات الناجحة ليلى وذيبين سندريلا توب مدينة البطاريق هذا بالنسبة حق الطفل بلاد العجايب لعبة العجايب بلا 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 بعدين مسرحياتي مدينة المرجان سالي لا 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 خلاص عندي بس أناك يعني المدرسة هذه للحين داخل عشوشة أحب أشوف عيالي أحب أشوف فقط 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 سنس هذه المعلمة اللي عندها طالبات وما يفهمون المادة وأفهمهم المادة وشي وتخرجون والله طلابي اليوم صار ليوني المسرح حلو تشوفين النجاحات جدا أحب أشوف أنه أنا خليت شخص عنده موهبة مدفونة طلعت جميل